والمتابعة ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي سيركيس أبو زيد سيد سيركيس كيف تقرأ طلب السوري خروج الدول الثلاثة وهل لتوقيت هذا الطرح في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دي لا لما بداية هذا الموقف يعبر عن نوع من اختبار القوة لأن هناك تطورات ميدانية وسياسية بالمنطقة خاصة بأن هناك تقدم الجيش السوري على أكثر من محور فهو أنا برأيي يحاول أن يرفع الغطاء عن هذه الكوة بأن هذه الكوة غير موجودة على الأراضي السورية ولكن ليس بموافقة الحكومة السورية خاصة بأن هناك تهديدات وتوتر بالأجواء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مما يؤدي ربما إلى توجيه ضربات إلى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة بسوريا كما أن روسيا من جهتها توجه الملامة على الضربة العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الفرنسية وهذا نوع من الضغط على فرنسا الاتخاذ موقف في هذا المجال بالإضافة هذا اختبار أيضا للتفاهم الذي حصل ما بين روسيا وتركيا حول الوضع في شمال سوريا هذا ما يطرح نفسه هذا السؤال هل هناك تواؤم بالفعل سوري روسي حول المطلب السوري بخروج تركيا خاصة في ظل التقارب الروسي التركي الأخير وهل التوقيت مناسب للخروج التركي خاصة بعد اتفاق إدلب؟ يعني واضح حتى اتفاق إدلب يعني هو اتفاق مؤقت يتضمن تلقائيا بأن تركيا سوف تنسح فيما بعد من الأراضي السورية ولكن ربما هذا الموقف حاول أن يستقوي به الوزير المعلم من أجل اختبار أيضا النواية الروسية بأن الوجود التركي هو غير شرعي ومطلوب وغير مرغوم ومطلوب أخراجه هل هذا الاتفاق يتضمن انسحاب تركي في المدى المقبل؟ أعتقد هذا سؤال مواجه أيضا لروسيا وربما أراد هذا التصريح أن يختبر النواية الروسية في هذا المجال طيب هل تخرج أمريكا من روسيا من سوريا عفوا أمريكا هل هي مهيئة للخروج من سوريا دون أن تحقق أدافها وبعد ما كل قدمته عسكريا وسياسيا لكن أنا بصراحة أعتبر بأن هناك أيضا تفاهم ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول وجودها وحول طريقة انسحابها ربما إذا روسيا ضمنت أن يكون هناك حل سياسي يرضي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاه وهذا ما سوف يتم بالمرحلة المقبلة من الطبيعة أن الولايات المتحدة لن تبقى في سوريا خاصة بأن سياسة ترامب كانت تؤكد بأنها لن تتورط ولكن يبدو أن أمريكا تحاول أن تجد لها موطق قدم في البداية كانت تقول لن أخرج قبل خروج داعش الآن داعش على وشك الانتهاء من سوريا الآن تقول لن أخرج قبل خروج إيران فيبدو أن أمريكا تختلق الأعذار لتوجد لها موطق قدم دائم في سوريا طبعا أيضا الموقف الأمريكي يريد ضمانات للأكراد لأنها تدعم الوجود الكردي في هذه المناطق وتريد أن يكون هناك نوع من حكم ذاتي للأكراد في هذه المناطق بالإضافة بأن المنطقة التي يتواجد فيها الأمريكيين بالقواعد الأمريكية هناك سروات نفطية وجاز تريد أن يكون لها حصة بذلك أنا أعتقد بكل صراحة بأن الروسي يعرف كل هذه المصالح يعرف كل هذه التناقضات وهو يعمل من أجل تأمين الأجواء لخروج جميع القوات من سوريا وتوفير البيئة المؤاتية من أجل حل سياسي عندئذ ربما سيكون الأمريكي راضم بشكل ما وأعتقد أيضا بأن الإيراني لن يبقى إلى الأبد في سوريا خاصة بأن الاتفاقيات ما بين إيران وسوريا لا تنص على وجود قواعد إيرانية بل تبادل خبرات وخبراء وغير من المسائل لذلك الأمور بهذه المرحلة هي نوع من شد الحبال ولكن الروسي يملك القدرة على إيجاد التسوية المناسبة لإرداء الجميع كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك